الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرطوب عليهم ولا الضالين وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فقلوا منها حيث شئتم حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وكونوا حقة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسكون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاق الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم قلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثر في الأرض مستدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها من بقلها وقثائها وخومها وعدسها وغصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبتوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الضلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا وفلهم أجرهم عند رفهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا قضوا الله عليكم ورحمته لكم أنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم قولوا قردة خاسئين فاجعلنا هانكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين الله أكبر سمع الله من من حليا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإذ المغضوب عليهم وإذ قال النساء لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تصم الناظرين قال ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تسير الأرض ولا تزكي القرض مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبعوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكلمون فقلنا ضربوه ببعضها كذلك فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يبين الله آياته كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قصوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وما الله بغافل عظيم وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعض ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون والله سمع الله ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر